سواء أكنت تحب عملك أم لا، فالجميع يجب أن يكون لديهم أكثر من مصدر دخل واحد ملخص كتاب العمل الجانبي من الفكرة إلى الدخل في 27 يوما تأليف كريس جيلبو بصوت ولاء خوالد لا بد وأنك تعاني مثل غالبية الأشخاص في عالم اليوم من عجز دخلهم الرئيس عن تغطية نفقات المعيشة الأساسية الأمر الذي يجب أن يدفعك للتفكير بشكل جدي في بدء مشروع يدر عليك دخلا إضافيا ولكن قد يساورك العديد من المخاوف المتعلقة ببدء هذا المشروع مثل عدم توافر الوقت والمال والخشية من فشل المشروع في كتابه العمل الجانبي سايد هاسل يقترح كريس جيلبو قطة مشروع عملا لتوليد دخلا إضافي في 27 يوما وبعد تطبيق الخطة بحذافيرها سوف يمكنك تحقيق الكفاية المادية ويفتح أمامك أبوابا من الفرص لم يسبق لك أن حلمت بها الفصل الأول الاستعدادات الأولية لجني الأرباح من خطة العمل الجانبي لا تتعلق خطة العمل الجانبي بالمال فقط فهي بالإضافة إلى توفيرها زيادة في الدخل سوف تمنحك فرصة من شأنها تغيير حياتك جذريا ويتمثل هذا في منحك الثقة بالنفس والأمان المستقبلية الذي يدعمه فتح أبواب الفرص أمامك في الأسبوع الأول من الخطة يتعين عليك القيام بخمسة أمور محددة على مدار خمسة أيام كما سيساعدك العصف الذهني على التوصل لأفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع تتصف بأنها تحل مشكلة أو تلبي حاجة من دون الحاجة لبذل الكثير من الجهد والوقت والمال وأن تكون كذلك مجدية ومقنعة ومربحة في اليوم الأول تنبأ بالمستقبل وحدد الهدف الذي تسعى إليه من خطة الدخل الجانبي والذي قد يكون رغبتك في توفير المال لغاية معينة كسداد قرض أو قضاء إجازة أو توفير دخل ثابت لتحسين مستوى المعيشة أو تغيير الوظيفة الحالية في اليوم الثاني حدد المشروع الذي ستعمل عليه وطريقة توليد الدخل من خلاله في فترة زمنية قصيرة وهذا عن طريق التفكير بعدد من الأفكار والمقارنة بينها للتوصل لأفضل مجموعة محتملة وتذكر أن تستخلص هذه الأفكار على أساس فائدتها وليس على أساس روعتها أو إثارتها للاحتمام فالاهتمام وحده ليس كافيا لجلب المال أما في اليوم الثالث من الأسبوع الأول ستقوم بعصف ذهني للأفكار التي استخلصتها من اليوم السابق لكن إذا لم تستطع التوصل لأفكار معقولة ومربحة يمكنك اللجوء لاستعارة الأفكار التي يعملوا بناء عليها الآخرون أو التعديل على فكرة موجودة أو سرقة إحداها ففي عالم اليوم تتشابه أغلب أفكار مشاريع العمل الجانبي لكنها تختلف في طريقة التطبيق ونسب الأرباح والاستمرارية فالمغزى ليس بالفكرة فقط بل بمهارة صاحبها وقدرته على تمييزها يرافق اليوم الثالث قطوة مهمة ألا وهي استخلاص ثلاث أفكار فقط من بين جميع الأفكار الأخرى للعمل على تصفيتها في اليوم التالي في اليوم الرابع ستقوم بتقييم العقبات والفرص المحتملة لكل فكرة من الأفكار الثلاث التي خلصت إليها ولأجل أن تضمن أفضل النتائج راعي النقاط الآتية عند تقييم كل فكرة أولا متطلبات وكلفة بدء المشروع ثانيا العواقب التي يحتمل مواجهتها في بداية تنفيذ الفكرة ثالثا مدى صعوبة تحقيق أول ربح رابعا مدى جودة الفكرة وإن كان أحد آخر قد قام بمثلها خامسا ماذا سيحدث إن نجحت الفكرة سادسا ماذا سيحدث إن فشلت الفكرة التوصل للفكرة الأفضل قائم في هذه الخطوة على مقارنة نتائج هذه النقاط التي ستكشف أي الأفكار أصلح للتنفيذ بأقل قدر من المعوقات والتكلفة وفي اليوم الخامس والأخير من الأسبوع الأول توقع الأمور المالية المتعلقة بمشروعك الجانبي المرتقب وقم بحساب الإيرادات والنفقات المتوقعة ومن ثم خمن المبلغ الإجمالية التحصيلي للسلعة أو الخدمة التي ستقدمها على مدار شهر ثم حسب الإيرادات الشهرية وخصم النفقاتك الإيجار والتأمين والصيانة وخدمة العملاء لتستخلص في النهاية الفكرة التي ستدر عليك أرباحا أكبر بأقل مجهودا ماليا ممكن الفصل الثاني متعة إيجاد فكرة للعمل الجانبي تستمر المرحلة الثانية من خطة العمل الجانبي في الأسبوع الثاني الذي يمتد من اليوم السادس وحتى العاشر اليوم السادس مخصص لاستكمال مقارنة الأفكار النهائية للمشروع من جانبين مهمين هما الفعالية والحافز بالنسبة للفعالية فهي متعلقة بسرعة تنفيذ الفكرة أما الحافز فيتعلق بمدى حماسك لبدء الفكرة لمشروع العمل الجانبي تركز المقارنة في اليوم السادس على مسألة الوقت الذي يعد حاسما في تحديد الفكرة المناسبة إضافة إلى التركيز على الدافع أو الحافز الذي يجب أن تتحلى به كي تنجح في المشروع فأنت بالتأكيد لا تود تنفيذ فكرة لا تستهويك أو تشعر بأنها مملة أو تخشى المغامرة بها في اليوم السابع ستلعب دور المخبر وتراقب نشاط أشخاص يقدمون نفس أو ما يشابه المنتج أو الخدمة التي تقدمها أفكارك الأمر الذي سيساعدك على جمع المعلومات وتكوين تصور واقعي عن الإقبال في السوق إضافة لتفاصيل الأسعار والكمية والتحديات من جهة أخرى ستخوض في اليوم الثامن تجربة فريدة ستتخيل فيها نفسك في جلسة وهمية مع العميل المستهدف لتسأله عن احتياجاته وما يتطلع إليه من مشروعك إذ سيساعدك ذلك في التعرف على الأشياء التي ستوفرها للعملاء وفي اليوم التاسع سيتعين عليك تحويل فكرتك التي اتخذت القرار بشأنها إلى عرض مغر للناس ومجز لك ماديا والعرض المغري بطبيعته يجب أن يكون بصيغة الجمع ويوضح للناس في إعلانه ما الذي سيحصلون عليه بالضبط مقابل أموالهم إضافة لسعر المنتج أو الخدمة ويجب أن يتضمن إعلان العرض المغري ثلاثة عناصر أساسية هي الوعد كيف سيساعد المنتج أو الخدمة على تغيير حياة الناس والحافز لماذا يجب على الناس المسارعة للحصول على هذا المنتج أو الخدمة على وجه التحديد والسعر تكلفة السعر أو الخدمة وأخيراً في اليوم العاشر عليك البدء في تدوين قصة عملك الجانبي مع التركيز على الجانب المعنوي أكثر من المادي كي تكون ملهمة للآخرين في المستقبل اقتباس جميع مشاريع الأعمال الجانبية تنبثق من فكرة ما ولتحقيق أفضل النتائج ستحتاج إلى أكثر من فكرة الفصل الثالث تهيئة فكرة مشروع العمل الجانبي لجعلها قابلة للتطبيق يمثل الأسبوع التالي المرحلة الثالثة الممتدة من اليوم الحادي عشر حتى اليوم السادس عشر في هذا الأسبوع ستتعلم التطبيق السريع لفكرتك التي رسيت عليها أخيراً من دون تعرضك للإبطاء بسبب التفاصيل غير المهمة اليوم الحادي عشر هو يوم الاستعداد لتنفيذ الفكرة وعليك أن تكون في هذا اليوم مستعداً وقد وفرت كل ما يلزمك لتنفيذ المشروع تذكر دائماً أن لكل مشكلة حلاً وإذا واجهتك عقبة ما في بداية مشروعك اعمل على إيجاد الحلول لها مباشرةً ولا تسمح لها بإقعادك عن المشروع وسل بمعنوياتك من الأمور التي ينصح بتوفيرها ومراعاتها قبل البدء بالمشروع حساب بنكي مستقل لإيداع دخل العمل الجانبي بطاقة ائتمان خاصة لمصاريف المشروع دفع المستحقات والالتزامات والضرائب أولاً بأول لمنع تراكمها وكتابة عقد العمل في اليوم الثاني عشر حدد بشكل واضح موعد وطريقة الدفع المناسبة لك والتي تراعي عملائك أيضاً وإذا كان الدفع سيكون قبل الخدمة أم بعدها أم مجزءاً بينهما في اليوم الثالث عشر عليك إعداد قائمة بالأدوات واللوازم التي ستحتاجها في عملك وللترويج له كي تتجنب النقص المفاجئ وكي تكون لديك خطة بديلة في الحالات الطارئة في اليوم الرابع عشر عليك أن تتأكد أن الوسيلة التي ستتلقى من خلالها الدفع مقابل الخدمة فعالة وهناك عدة وسائل يمكنك استخدامها إلى جانب الحساب البنكي مثل خدمة باي بال أما في اليوم الخامس عشر فقم بتصميم مخطة سير عملك الجانبي وحدد فيه الخطوات التي تسبق تقديم الخدمة أو المنتج وما بعدها حتى يكون لديك مرجع ثابت في مشروعك وفي اليوم السادس عشر والأخير من المرحلة الثالثة ستبدأ بقضاء عشرة في المئة وقتاً أكثر لأداء المهام المهمة المتعلقة بعملك الجانبي والتخطيط لأن يغير مشروعك حياة عملائك ويساعدك على جني المزيد من المال كما ينصح أيضاً بأن تقضي خمسة وعشرين دقيقة كل يوم في فعل شيء من شأنه تطوير عملك الجانبي الفصل الرابع البحث عن الدعم للمشروع في المكان المناسب الأسبوع الرابع هو المرحلة التالية من خطة العمل الجانبي ويشمل الأيام من السابع عشر حتى الثاني والعشرين ستستسهل هذه المرحلة في اليوم السابع عشر حيث ستنشر عرضك عندما لا تكون مستعداً بالكامل وذلك لتكتشف مدى نجاح فكرتك واستجابة العملاء معها ولتجد حافزاً يساعدك على الاستمرار بقوة وثبات أكبر كما ينصح أيضاً بإنشاء حساب خاص لمشروعك على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وفي اليوم الثامن عشر أطلق العنان للإبداع في نفسك لإيجاد طريقة مميزة تروج من خلالها لمشروعك طريقة جذابة لا تنفر العملاء منك ولا تثير الشفقة وتذكر أنك وصلت لهذه المرحلة بمجهودك وتعبك وعليك أن تظل دائماً فخوراً بما حققت في اليوم التاسع عشر أطلب بعض المساعدة من أشخاص تثق بأنهم سيقدمون لك العون الذي تحتاج ويمكنك تصنيفهم إلى الفئات التالية بناء على نوع الطلب الداعمين والموجهين والمؤثرين والعملاء المثاليين بالنسبة للداعمين فمهمتهم تقديم الدعم بشتى الطرق أما الموجهون فهم الخبراء المختصون الذين يقدمون النصائح والإرشادات وبالنسبة للمؤثرين فهم الذين يساعدون في نشر إعلان مشروعك والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في حين يمثل العملاء المثاليون مصدر الآراء الصريحة والمفصلة حول حيفيات مشروعك وجوانبه المختلفة في اليوم العشرين عليك تكرار اختبار مشروعك أكثر من مرة حتى تكتشف نقاط القوة والضعف فيه وتعمل على تحسينها أو إيجاد الحلول والبدائل لها أما اليوم الحادي والعشرون فعليك فيه تدعيم مشروعك بالعروض التي لا يمكن للعملاء مقاومتها ومن الأمثلة على العروض المقترحة التي يمكنك استخدامها التخفيضات السحوبات على جوائز كبرى التنزيلات الخاصة المؤقتة اشتري واحد وحصل على الثاني مجاناً وأخيراً في اليوم الثاني والعشرين خلد إنجازك وقم بوضع أول عملة ورقية تحصل عليها في إطار لتتذكر دائماً ما حققت وتكون فخوراً بنفسك وبإنجازك اقتباس ليس بالضرورة أن تتفوق على منافسيك في كل شيء لكن يجب أن تكون مختلفاً عنهم على الأقل الفصل الخامس مشروع العمل الجانبي على مفترق طرق أخير الأسبوع الخامس من خطة العمل الجانبي هو المرحلة الأخيرة ويشمل الفترة الممتدة من اليوم الثالث والعشرين وحتى اليوم السابع والعشرين في اليوم الثالث والعشرين ستقوم بتتبع سير مشروعك والتقرير بشأن خطواتك التالية وذلك عن طريق أخذ ردود أفعال العملاء بعين الاعتبار في اليوم الرابع والعشرين ستعيد ترتيب عرضك عن طريق إضافة الأمور المهمة والتخلص من الأمور غير الضرورية ينصح أيضاً بتطبيق تمرين يدعى مومني مرة كل ثلاثة أشهر ويهدف هذا التمرين للتركيز على الأشياء التي تدر لك مزيداً من المال عبر خلاصات الأسئلة الآتية ما هو أنجح شيئاً في المشروع؟ وكيف باستطاعة تنميته أكثر؟ هل يمكن دعم المشروع عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية؟ كيف يمكن كسب المزيد من المال من دون إنفاق الكثير منه؟ هل أسعار المشروع قابلة للزيادة؟ في اليوم الخامس والعشرين من الخطة فكر جدياً بإثراء مشروعك عن طريق إضافة منتج أو خدمة أخرى لها فائدة مرجوة على العملاء واحرص على أن يمتاز خيارك الإضافي هنا بنفس الجاذبية والفائدة التي يتميز بها الخيار الأساسي في المشروع وفي اليوم السادس والعشرين قم بتوثيق تجربتك وما وصلت إليه حتى هذه المرحلة لأن هذا سيحفظ لك الكثير من الوقت والجهد ويساعدك على جني المزيد من المال في اليوم السابع والعشرين والأخير من خطة العمل الجانبي ستقف أمام مفترق طرق وسيتعين عليك اختيار الخطوة التالية للقيام بها فإما أن تتخلى عن فكرتك الأساسية التي بدأت المشروع بها وتجرب فكرة أخرى أو أن تستمر بنفس الفكرة كعمل جانبي بمدخول إضافي أو أن تحول مشروعك هذا لمصدر دخل أساسي وفي كل الأحوال توقع دائما أن تطرأ التغيرات على مشروعك وإذا فشل مشروعك أو وصلت فيه إلى الحد الأقصى من النتائج فارجع إلى الأفكار التي اخترتها مسبقا في بداية الخطة وابدأ من جديد ولا تستسلم فقرة بارزة من الكتاب حتى تنمو لك أشجار النقود عليك أولا أن تزرع بذورها وبذور هذه الأشجار هي أفكار كسب المال وإذا أردت أن تجني المال منها فإنه يجب أن تحول هذه الأفكار إلى أفعال لكن عليك أولا إيجاد الأفكار الصحيحة والتي قد لا تبدو واضحة في البداية لكنك ستعثر على الكثير منها إذا أمعنت النظر ودققته في المكان الصحيح وستجد حينها الكثير من الأفكار التي يمكن تحويلها إلى أموال عندما تحارب مخاوفك الشخصية التي تعيقك عن تجربة الأمور الجديدة في حياتك حينها فقط ستحقق النجاح وستكون قدوة للكثيرين توصف خطة العمل الجانبي بأنها للشجعان فقط لأن فيها مجازفات تحتاج من المرء إلى تكرار المحاولة والنهوض بعد السقوط في كل مرة يحتاج النجاح إلى قاعدة ثابتة كي لا تزعزعه التحديات وأنت وحدك القادر على بناء هذه القاعدة بحسن تدبيرك للأمور والاستعداد المبكر لأي خطوة تخطوها خطة العمل الجانبي لا تختلف عن غيرها من مغامرات الحياة وبقليلا من الوقت والجهد ستحقق يوما ما الدخل الذي لطالما رغبت فيه وزيادة فقد تحل بالأمل والصبر ترجمة نانسي قنقر